جنود إسرائيليون بين قتلى ومصابين ليس بنيران المقاومة الفلسطينية بل نتيجة اختلاط جروحهم بتربة غزة الملوثة ببكتيريا قاتلة تقرير جديد صلطت الضوء عليه هيئة البث الإسرائيلية التي نقلت عن الاتحاد الإسرائيلي للأمراض المعدية أن فطريات غير معروفة تسببت في وفاة جندي كان أصيب في قطاع غزة فيما لا يزال عشرة آخرون يعانون منها انهيار منظومة الخدمات الصحية في قطاع غزة هو ما حذرت منه مرارا وتكرارا المنظمات الدولية بلدية غزة قالت إن استهداف منظومة خدماتها سيؤدي إلى كارثة صحية أهم تلك الخدمات جمع الكمامة المنتشرة بشكل كبير في شوارع غزة إضافة إلى معالجة مياه الصرف الصحي أمر تجاهلته إسرائيل في عدوانها على غزة ما تسبب في أضرار بيئية غير مسبوقة بعد تدمير مراكز التكرير وفيضان مياه الصرف الصحي ليست البيئة وحدها المتضررة تضرر كذلك الفلسطينيون الذين بدأت تظهر عليهم أمراض جلدية الخسائر الكبيرة في أرواح الفلسطينيين بسبب العدوان لم تسمح بعمل إحصائيات دقيقة لأعداد الضحايا المتأثرين بالأوبئة والأمراض استمرار إسرائيل في اعتداءاتها على قطاع الخدمات الصحية لا يصيب الفلسطينيين فحسب بل يصيب جنودها أيضا فهل توقف ذلك؟ هذا لسان حال الغزيين شكرا